بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة في إطار متابعة سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لجهود الكطاعات كافة ولضمان استمرارية عملها في ظل هذه الأزمة وتطوير قدراتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير قام جلالته اليوم يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير كادبي واطمأن جلالته على مستوى الإنتاج من المستلزمات الطبية مؤكدا أهمية الاستمرار في البحث والتطوير لتصنيع أجهزة التنفس وضرورة تسخير إمكانيات المركز في التصنيع والإنتاج وزيادة الكميات المصنعة استكمالا لسلسلة الإجراءات والقرارات التي أعلنها أمس أود توضيح بعض الجوانب في ضوء ما وردنا من استفسارات وملاحظات كما أعلننا أمس سيتم فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بما فيها التي لم يتم السماح لها بالعمل بشكل كامل وذلك لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة ألا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75% ستبقى جميع المحافظات مغلقة ويكون التنقل بينها متاحا لحملة التصاريح فقط ممن تخولهم تصاريحهم التنقل بين المحافظات سيتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل إلغاء العمل بنظام الأرقام الفردية والزوجية لاستخدام المركبات بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغض النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة والسادسة مساء بما في ذلك وسائط النقل العام داخل المحافظة الواحدة شريطة أن تكون سعتها المقعدية 50% فقط ويشمل ذلك جميع المحافظات بما فيها محافظة عمان العاصمة والزرقاء والبلقاء بخصوص العاملين في الكطاع الخاص ممن تتطلب طبيعة عملهم أو سكنهم التنقل بين المحافظات فعلى أصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنية بحسب الكطاع لإصدار تصاريح لهم وفق الآلية المعمول بها سابقا هناك مقترحات تدرس حاليا بخصوص السماح بتنقل المواطنين الذين يعملون في محافظات إقليم الوسط دون تصاريح نظرا لوجود أعداد كبيرة منهم يضطرون للتنقل يوميا بين هذه المحافظات لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن أما بخصوص دوام موظفي الكطاع العام فيبقى الأمر كما هو عليه الآن بحيث يسمح بالعمل للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين بنسبة لا تتجاوز 30% من عدد الموظفين ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز 50% من عدد الموظفين إذا اقتضت الضرورة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك تعمل الحكومة حاليا ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد سيجما على إعداد دليل إرشادي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تمكنها من تحديد الأولويات في تقديم الخدمات وإعداد خطة خاصة للعودة التدريجية للعمل بعد انتهاء العطلة وذلك لغايات العودة الآمنة للعمل بما يضمن سلامة الموظفين ومتلقي الخدمات وكفاءتها فيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 11 الذي يتضمن فرض عقوبات على المنشآت التي يلتزم العاملين فيها أو مرتادوها بارتداء الكممات والقفازات نؤكد أن الأماكن المغلقة هي عرضة لانتقال العدوى وانتشار الوباء لا قدر الله لذا فإن مسؤولية توفير هذه الأدوات مشتركة على المنشآت من جهة وعلى المواطنين من جهة أخرى لأن الهدف في النهاية هو حماية الجميع وضمان سلامتهم وتجنب أي مخاطر صحية عليهم ونؤكد كذلك أن الكممات متوفرة في أسواق المؤسستين الاستهلالكيتين المدنية والعسكرية وبأسعار مناسبة للجميع وقد تم أمس تزويدهما بحوالي أربعة ملايين كمامة كما أن هذه المواد متوفرة في الأسواق والصيدليات وبكميات كافية حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزام شكرا